هذا الأسبوع نجاح الاختبار النهائي قبيل ترقية الإيثيريوم وأطلاق بلاكروك لخدمة التداول الفوري عبر صندوق استثماري جديد وحظر تورنيدو كاش في الولايات المتحدة كل هذا وغيرها من الأخبار تجدونها في نشرتنا لذلك دعونا نبدأ ونستعرض أبرز أخبار الأسبوع في كلام كريبتو أخبار بسرعة البرق نجاح آخر اختبار تجريبي استعدادا لإتمام ترقية الإيثيريوم تم الإعلان عن تاريخ الدمج ليكون في الخامس عشر أو السادس عشر من سبتمبر بلاكروك تطلق خدمة بيتكوين جديدة أطلقت شركة بلاكروك صندوقا للاستثمار في بيتكوين للعملاء المؤسسيين في الولايات المتحدة حظر تورنيدو كاش قررت وزارة الخزانة الأمريكية حظر خدمة خلط عنوين العملات الرقمية تورنيدو كاش أخبار عالمية تبقى ثلاثون يوما على ترقية الدمج انتقلت بنجاح شبكة الاختبار الثالثة والأخيرة للإيثيريوم بوريلي إلى إثبات الحصة وبهذا نكون قد بدأنا العدى التنازلي النهائي لترقية الدمج المقررة مبدئيا في الخامس عشر أو السادس عشر من سبتمبر لتحويل السلسلة من إثبات العمل إلى إثبات الحصة لقد انتقلت شبكتا اختبار سابقتان هما روبستين وسيبوليا بنجاحا إلى آلية توافق إثبات الحصة على مدار الشهرين الماضيين يبدو أن الأسواق متفائلة بشأن الترقية حيث كسر سعر الإيثيريوم حجز الألفين دولار هذا الأسبوع بزيادة مئة بالمئة عن قاع الثاني والعشرين من يونيو عند تسعمائة وثلاثة وثلاثين دولار تم الانتهاء من البروفا النهائية للترقية وننتظر الآن أحد أكثر الأحداث المنتظرة في تاريخ العملات الرقمية بلاك روك تطلق منتجا للاستثمار في البيتكوين أعلنت بلاك روك عن إطلاق صندوق للاستثمار بعملة البيتكوين للعملاء المؤسسيين في الولايات المتحدة مما سيوفر لهم وصولا مباشرا إلى البيتكوين لأول مرة لا سيما وأن هذه الخدمة تسعى لتتبع أداء البيتكوين قالت الشركة أنه على الرغم من الانكماش الحاد في سوق العملات الرقمية إلا أن هذه السوق قد شهدت اهتماما كبيرا من بعض العملاء المؤسسيين يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع واحد فقط من شراكة بلاك روك مع منصة كوين بيس حيث قالت شركة بلاك روك في بيان لها أن البيتكوين هي أقدم وأكبر عملة رقمية وأكثرها سيولة وهي حاليا أكثر ما يثير اهتمام عملاء ناظم نسوق العملات الرقمية حظر تورنيدو كاش تم فرض عقوبات على خدمة خلط عنوين العملات الرقمية الشهيرة تورنيدو كاش من قبل وزارة الخزانة الأمريكية وتم القبض على مطورها من قبل وكالة الجريمة الهولندية في أمستردام تورنيدو كاش هو بروتوكول خصوصية مفتوح المصدر يسمح للأشخاص بإرسال واستلام الإيثيريوم بشكل مجهول على الرغم من أن غالبية المعاملات على تورنيدو كاش مشروعة إلا أن ما يقدر بخمسة وثلاثين بالمئة من المعاملات يتم لأغراض غير مشروعة وهذا هو سبب حضر وزارة الخزانة الأمريكية لها هذه لحظة محورية بالنسبة لقطاع العملات الرقمية والهيئات التنظيمية إذ أدان العديد من المديرين التنفيذيين لشركات العملات الرقمية علنا هذه الخطوة وقالوا أنها تشكل سابقة خطيرة لقد بدأت للتوي المعركة من أجل الحق في إجراء معاملات خاصة عبر الإنترنت أخبار محلية إيران تقوم بتسمية أول طلب استيراد مدفوع بالعملات الرقمية دفعت إيران مؤخرا مقابل عملية استيراد بقيمة عشرة ملايين دولار في العملات الرقمية غرد رئيس منظمة ترويج التجارة الإيرانية أن هذا قد يكون الأول من بين العديد وأن البلاد ستستخدم العملات الرقمية والعقود الذكية بشكل شاسع وذلك لتسوية طلبات الاستيراد بحلول نهاية الشهر المقبل خلي عينك على حجم شبكة اللايتنين يصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق تواصل شبكة اللايتنين النمو في الحجم لتصل إلى قدرة عالية جديدة على إرسال ما يزيد عن أربعة ألاف وخمسمائة وسبعة بيتكوين الجدير بالذكر أن عدد العقد قد بلغ ألفاً وسبعمائة وأربعة وسبعين مع أكثر من سبعة وثمانين ألف قناة أخبار كوين مينا مكافأة بقيمة خمسة ألاف دولار سيحصل عشرون مستخدماً على مائتين وخمسين دولاراً في الإيثيريوم لكل منهم للتأهل للحصول على المكافأة قم بإجراء عملية تداول، شراء أو بيع واحدة على الأقل مقابل خمسة وعشرين دولاراً أو أكثر قبل الساعة الحادية عشر مساء من يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من أغسطس الفين واثنين وعشرين بتوقيت البحرين والسعودية تغريدة الأسبوع تقول هذه التغريدة ستتم ترقية الإيثيريوم المنتظرة في مدة أقصاها يومي الخامس عشر والسادس عشر من سبتمبر المقبل المزيد من التفاصيل على حسابنا على تويتر اختبر معلوماتك الرقمية الإجابة الصحيحة لسؤال الأسبوع الماضي والذي كان صحيح أم خاطئ؟ إجراء المعاملات على شبكة لايتنين يعتبر أبطأ وأكثر تكلفة من بلوكشين البيتكوين هو خاطئ سؤال الأسبوع ما هي الدولة الثانية التي قد جعلت البيتكوين عملة قانونية؟ السلفادور جمهورية أفريقيا الوسطى روسيا جنوب أفريقيا تجدون الإجابة الصحيحة في النشرة الإخبارية القادمة وهنا وصلنا إلى آخر النشرة سنعود إليكم الأسبوع القادم من نشرة كلام كريبتو